بسم الله الرحمن الرحيم محامي مستشار تحكيم دولي وعقود تجارية حاصل على ماجستير في القانون شرفتنا نورت الدنيا كلها النهاردة حلقة مختلفة من برنامج شكل تاني إن شاء الله عايزين نتكلم جات لي تتسألات كثيرة جدا عن قانون التصالح طبعا انت عارف دلوقتي الكوانين بتاع التصالح الهدم اللي بيحصل جالي كان بيجي أسئلة جدا والإزالات عايزين نعرف ايه هو قانون التصالح هو قانون التصالح دوت اللي هو صدر عام 2019-17 لـ 2019 طبعا ده بيكمل القانون بتاع البناء 119 لسنة 2008 طبعا فيه مادة المادة 60 في قانون البناء بتنص على إن كل من يخالف هذا القانون أو اللايحة التنفيذية بتاعته يبقى فيه إزالة فورية للمنشأة طبعا انت عارفة إن فيه تعديات كتير على الأرض الزراعية وتعديات كتير طبعا اللي بيبني بدون ترخيص اللي بيبني في مكان غير مكان البناء بيخالف الاشتراطات التخطيط بيخالف الاشتراطات الدولة المكان اللي هو فيه يعني مثلا فيه أماكن ماينفعش أبقى أعلى من مثلا دور خامس دور سادس لأن الطيرات انت عارفة إن فيه أماكن طبعا للطيران فيه مطارات فيه كلام ده فيه اشتراطات طبعا الطيارة مش هتبدأ تنزل في مستوى وتطلع في مستوى لأن ده لابد إن هو يكون مثلا مدينة مثلا زي مثلا مدينة أنا مدينة قويسنا مثلا آخر دور فيها المفروض الدور الخامس لأن جنبي فيه مطار فيب ناس فالطيرات راحة جاي فده ماينفعش إن أنا أخالف الاشتراط وأبني طبعا هنا بدخل في حيز إن أنا بخالف القانون وبخالف القانون العسكري لأن هنا أنا باعتدي على حق الدولة يعني الهجم ده لما بيجي الدولة تهدم مبنى أو عمرة بيكون هو مخالف طبعا أيوا بيبقى مخالف طبعا بيبقى على أرض زراعية أو أو مثلا خالف الاشتراطات أو باني بدون ترخيص أو مثلا أنا دلوقتي أي حاجة لازم أن أعمل يعني زي مثلا أجي أبني أبني صور في البيت لازم أن أاخد ترخيص أهدم مثلا صور أعمل مثلا هكسر سيراميك هبيض المفروض دي كلها القانون وضع لها ترخيص المفروض الإنسان لما يجي يعمل أي حاجة يروح المكان المختص اللي هي الجهة الإدارية ويتقدم طلب ويشتغل قانوني لأن طبعا أنت عارفة أن القانون لازم أن يمشي على رأس كل الموجودين أكيد طبعا أدم حاجة في صالح المجتمع ليه ما انطبقهاش أكيد أكيد وبعدين أنا عرفت أوصمات أن عشان بعد كده المرافق تيجي سهلة للبناء أو والمشكلة في المرافق أن الناس متوقعا أنا دلوقتي صدلي مثلا جواب بالمرافق طب المرافق ما بتثبتش كقانونا المرافق بتثبت بس في القانون دوت أي حاجة اعتداء على الدولة أو اعتداء على سيادة الدولة أو الاعتداء على الأراضي يعني أنا مثلا باعتداء على الأراضي الزراعية طب فين المحاصيل فين المزارع النهاردة المزارع ما بقاش موجود خالص طبعا يعني بقى كل واحد عايز يبني عشان يبدأ يبيع ويبقى القطعة الأرض اللي عنده في مساحة أنا هبيع مباني هقطع وبيع وأقسم طبعا كل ده كل ده اختلافات كل ده اختلافات طبعا القانون شرط عليه الدولة مش هبقا كده إن أنا مثلا أبني على أرض زراعية أبني هنا أبني هنا طبعا عشان تبقي فهمها طبعا إن الدولة ما قامتش عشان مثلا إنها القانون ده من 2008 الدولة طبعا في 2009 حصل تراخي في إنها تنفذ القانون في 2008 و2009 جات الصورة في 2010 وطبعا تدعيات الصورة الحاد جات بقى الدولة فائت اليومين اللي فاتوا دول طبعا تعرف أن الرئيس بدأ يبني عاصمة إدارية جديدة وبدأت المخططات بدأنا نبني بنية تحتية للبلد فعشان نبني بنية تحتية لازما نبدأ يبقى عندنا زراعة يبقى عندنا صناعة يبقى عندنا تجارة يبقى عندنا موارد خارجية يبقى عندنا إنشاءات يبقى عندنا حاجات كتير طبعا يعني إحنا مع الدولة في كل حاجة طالما الدولة ما بتخليفش القانون لأن الدولة لازما عشان ألتزم بالقانون لازما الدولة بتاعت يكون ملتزمة بالقانون تمام بس أنا جات لي شكاوة كتير إن هو بيروح يعمل إجراءات التصالح ما بقاش عارف يعمل إيه وتبقى الدنيا زحمة إيه دور بقى المحاميين في الوقت ده دور المحامي إن طبعا هو بيعمل لي توكيل وطبعا ببدأ أخذ إجراءات العادية طبعا آخر كلام لمعالي وزير لمعالي وزير رئيس الوزراء طبعا اتكلم على الموضوع ده قال إن صورة البطاقة وأي حاجة تثبت المخالفة وبعد كده يعني ياخد وبعد كده لما يطلع نموذج ثلاثة يقدر بعد كده يكمل أوراقه تمام يعني طبعا كان الأول فيه تصعيب شوية ولازم أن تجيب صورة المحضر ولازم أن تجيب السلام الإنشاية ولازم 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 طبعا لما معالي رئيس الوزراء طلع وتكلم يعني خفف الموضوع على المواطنين عشان بعد كده أنا ذات نفسي مش عارف إيه اللي هيحصل بعد 30 تسعة أكيد طبعا يعني إحنا مش عارفين إحنا دخلين في طيار يعني الدولة طبعا هتهدم وهتهدم أماكن كتير هولي فعلا التصالح ليه مدة معينة آه مدة أخرها تلاتين تسعة تلاتين تسعة أخر آه وخلاص وهتقفل والله أعلم الدولة هل الدولة هتفتح تاني ولا لأ هي مادة مرة لكن المرة التانية طبعا عشان الكورونا طب والتزاحم اللي بيحصل طب ما في ناس ما بتلحقش ما هو التزاحم دا لأنهم هم شغلين على فكرة كل يوم بيشتغلوا حتى يوم الجمعة كل يوم بس الناس ممكن في ناس مستهترة ناس ممكن يقول لك يعني هو هيجي آه فالدولة يعني ضربت بإيد من حديد في الوقت اللي فات دا طبعا في الوقت الكامل اللي فات طبعا هدمت أماكن كتير طبعا بيوت كتير أنا عندي في شبين شفت مناظر شفت حاجات بيوت عماير كبيرة بتنزل بتنزل طبعا أنت مخالف للقانون بس أنا ما كنتش أحب يعني أنه يبقى كده بس دا قانون على رأسي وعلى رأس حضيتك وعلى رأس الدولة كلها طب أنا دلوقتي عند شقة تمليك في عمارة مش مترخصة تمام المفروض أنا أعمل إيه عشان المشاهدين تبقى معنا في الصورة عندك مثلا شقة تمليك ومشتريها والبايع مش عايز يلتزل طبعا هو البايع المفروض هنا كقانونا هو اللي يتصالح البايع المفروض بس طبعا يعني هما يعني الدولة هنا شافت الاشتراطات أنه ممكن يكون مخالف للحايز العمران مخالف للشروط مثلا يعني أنا ما سيبتش متر جنبي وجنب الجار ما سيبتش دا هل دا زي دا؟ لا طبعا في ناس ستدفع 15% في ناس ستدفع 30% في ناس ستدفع 100% الفلوس بتتحسب على حد المخالفة اللي انت اختلف إيه الاشتراط اللي انت خلفتيه تمام إنما بقى العقار اللي انت بحضرتك بتتكلم عليه اللي هو التمليك أنا المفترض مني إيه بقى عشان قابلي 30-9 تمام تقدت فترة سماح عشان الإنسان يقدر يتصالح معاه وبعدين أنا شايف إنه هما لما بدأوا فتحوا التصالح دا باب جميل من الدولة إنها مادة إيدها للناس إن انت آه في ناس في ناس مش لا يعني مش هقول إنه إنه قانون هو قانون جائر في ناحية بس هو بيقصت ماشي بس بس في ناس طبعا وطبعا هو آخر آخر كلام طبعا المحافظين نزلوا الأسعار وبقت جزء بسيط اللي بيدفعوا دلوقتي تقريبا في محافظات بتدفع 50 جنيه تقريبا على المتر حسب كل محافظة وطبعا زي ما رئيس الوزراء قال وطبعا أنا شايف إن الدولة يعني ساعت وربنا يكلل مجهودها كويس لأن طبعا عشان يعني أنت عندما تشوف الخضرة في كل مكان يعني إحنا دولة عندنا النيل وعندنا المزارع المصر المعروف بأصلته من بداية الخليقة طبعا لما تلاقي الزراع عن قردت طبعا هنبدأ بقى ويقول وصل السد والمية إحنا ملناش دعوا بوداية خالص ده حاجة بعيدة عن اللي إحنا بنتكلم فيه خالص وإن المزارع طبعا يعني نفسي إن المزارع يرجع تاني نرجع تاني بلد القطن طويلة تيلة المنتجات الزراعية اللي مصرك هات مشهورة بيها في حاجات كتيرة بقى يعني إحنا عايزين نقول بقى للمشاهد إلحق إنزل اتصالح عبل تلاتين تسعة إلحق إنزل اتصالح عبل تلاتين تسعة لإن بعد تلاتين تسعة أنا مش عارف إيه اللي هيحصل الدولة هتتصرف معاك إزاي إنت يعني معاك زي ما أنا مثلا خدت منك معاك قلتلي هسددلك مثلا أنا هسدد المبلغ دوت في خمستاشر يوم في عشرين يوم في شهر جيت ما دفعتش طبعا الدولة مش هتيجي هنا تطبطب على حد صح يعني أنا باتكلم لإن هما إدوا فرصة هما إدوا فرصة أنا بيتك فرصة إن أنت تتصالح يعني إدوا فرصة كبيرة قوي إن هو يعني إن أنا وإنتي وغيري وغيرك هو إحنا مش عايزين نعيش في بلد قانون مش عايزين نعيش في بلد تحترم قانون زي ما أنا هحترم القانون زي ما الدولة هتحترم القانون طبعا القرارات الإدارية والناس اللي بتتكلم على إن دا شك جنائي وإنا خدت فيه براء أو إن أنا دفعت طبعا في شك إداري هما يتكلموا عليه والدولة تكلمت عليه الشك الإداري طبعا فيه ناس كتيرї بتقول أنه تعتن عليه بس أنا مش هلحى أنه نتعن في المحكمة في مجلس الدولة على قرار الإزال ممكن ياخد وممكن ما ياخدش فنلحق اتصالح والدولة سهلة بنشد المواطنين كلهم ان انت انزل اتصالح قبل تلاتين تسعة وبنوعي بقى الشعب اللي هما طبعا يعني ما تخلفش لان المخالفة على فكرة البناء على الارض الزراعية خلاص تحتم بقانون وقانون بقى الحبس كان الاول الحبس يا اما الغرام دلوقتي بقى الحبس اقلوا سنتين واكتروا خمس ايوان يعني دلوقتي احنا معنا تليفون ناخده ونرجع نكمل كلامنا السلام عليكم وعليكم السلام وحفظة البركاته منورة ست كل ومنورة ست المستشار ربنا يخليك يا ربنا وردنا ربنا يخليك فلا انا كنت محتاج فاني اعرف من سيات المستشار بس معلومة صغيرة اتفضل معاك الامر الواحدة مفيش من امن بعد انا كنت كان الله يرحمه واسل ليه كان والدي سعيب لشقة في بيت جدي تمام تمام كنت بدفع عوايد لو تسمع عن حاجة اسمها عوايد ايوه 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 كل واحد مقتصب شقة لوحد اه ايوه فانا جنا كل ما اجا روح للا تولي فاني ايوه فاني معاك فاني معايك اتفضل كنت بروح يعني ادفع العوايد لوحدة يقولك لا لازم البيت كله هو لازم نبص أقول لك حاجة لأن البيت كله أكيد مالك واحد أكيد فيه مالك واحد عارف لو كل شقة بإسم واحد وده بإسم ده وده بإسم ده طبعاً لعواية بس ممكن هو الاستثناءات ممكن تروح وتدفع عن نفسك يعني تقدم بدل ما هم يرجعوا عليك أنا معي معي عقد يفنم بالشقة ماشي بس هو العقد الأساسي يقدم يعني طلب استثناء يقدم طلب استثناء بإنك دلوقتي أنت تدفع لوحدك لأنهم هم مش عايزين يدفعهم أنت قامل طلب استثناء هتبقى دلوقتي أنت في مشكلة كبيرة ها تفهمني؟ فتقدم الطلب لجهة الإدارة المختصة بكده العواية اي اروح أقدم الطلب اه وتشوفهم هم هينظروا فيه ايوة 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 تقول لهم في الطلب وتشرح الطلب وتقول أن أنا دلوقتي أنا مالك العقار كذا 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 وبما أني عندي حسن نية وعايز أدفع العواية اللي عليها وعايز أدفع وعندي المقدرة أن أنا أدفع دلوقتي وفيه ناس سكان معايا مش عايزين يدفعهم فأنا مش عايز أتعرض للمسئولية القانونية أو الغرامة أو أي مشاكل مع الدول ده ده نفس الكلام اللي هو موضوع التصلح يعني نجم نروح عبل الثلاثين ده برضو؟ لا 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 ده مالوش دعب ده العواية ده غير التصلح اه اه دي مالهاش دعب دي الحمد لله الحمد لله تشرفتنا الأسبوع اللي فات وقفات للمحامين مظاهراتك عايز أعرف إيه القصة وإيه قصة الكلمة المضافة دي تبص حضرتك الكلمة المضافة دي يعني كانت أسوأ شيء اتعامل من مجلس النواب رغم من مجلس النواب رئيسه يعني رئيس مجلس النواب رجل قانون دكتور قانون الأستاذ بها أدينا بو شقة أستاذ قانون جنائي فيه 113 أو أزياد أنا مش عارف الرقم طبعا للمحامين قد يعني ما يكون فيه مجلس نص أو ربع محاميين وييجي قانون جائر على المحاميين وييجي أنا أولا ولا أنا بقال ولا أنا بتاع سوبر ماركت ولا أنا هاخد كل شهر واخد مثلا الورقة بتاعتي والدفتر تحت باطي لمؤاخذة واروح مثلا رايح الدرائب عشان أدفع طب أنا أدفع ليه؟ طب أنا دلوقتي بسدد الدريبة بتاعتي على العريضة وأنا برفع دعوتي طيب معنا تليفون أستاذ سالم ألو مساء الشيء يا فندم؟ مساء النور يا فندم اتفضل ربنا شليك الله يشترك اتفضل سؤالي أعرف الشيء يا فندم يا فندم تحت أمه ربنا شليك هو طبعا سياد رايز مشكورا يعني بيعمل حاجات كويسة جدا بس ايه حاجة احنا عايزين ننوح عليها؟ اتفضل اتفضل يا فندم مع حضرتك المشكلة كلها عشان الأرابي الزراعية أكيد طبعا أكيد 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 المشكلة هي المشكلة قال اللي بنى على الأرض الزراعية اللي بناكل منها اللي نسجدها المشاكل ياخدوا خمسين كنينة في المتر للتطالف واللي ساكن فيه أكتوبر في السحرة يعتبر أكني أكتوبر دي في السحرة والله أنا سمعت حضرتك دلوقت هو تقريبا بص اللي بيحدد الكلام ده المحافظ اللي عنده حضرتك يعني هو المحافظ زي دي متروك وأنا سمعت المشكلة أن أكتوبر وفي مدن تانية أنا سمعت الكلام ده طبعا الصفحات التواصل الاجتماعي موجودة بالفعل المشكلة دي والمفروض أنتوا تتقدموا بالكلام ده يعني تقدم للمحافظة الكلام ده أو تتكلموا أو بلاش وقفات لأن الوقفات كلها دلوقتي يعني هتبقى ضرر عليكم وضرر على الوقت اللي احنا فيه وبعدين احنا في دولة مارنة بصراحة يعني لو في أي حاجة بتتعطي يعني المفروض أن هم حتى لو فيه أي حاجة أنا أبعت للمحافظة أروح للمحافظة أو يتكلموا أو يبقى عندهم عدوا مجلس الشعب يتكلم عنه أعضاء مجلس الشعب اللي أنا شايفوا منهم أنا شايف من أعضاء أنا كنتم يعني من ضمن اللي هيترشحوا ورجعت سحبت نفسي لإني شايف اللي ترشحوا كلهم مفيش حد مارن أو حدة هيتكلم عن الشعب أو هيتكلم عن الناس او يعاني زي ما الناس بتعاني انا اول ما بقى عدى الكرسي خلاص انا خلاص ما بقاش لي يعني في ناس منهم في ناس منهم كويسي بس طبعا تلت اربع اللي موجودين بيعملوا ايه يعني في قوانين جت يعني موافقون اكتر من كده مفيش ربنا يا رب ان شاء الله يقوم بالتصالح ده ونرجع بقى للقيمة المضافة وحضرتك القيمة المضافة طب اه اتصال استاذ ياسر الاتصالات ما شاء الله اتفضل يا استاذ ياسر وعليكم السلام معينا اتفضل بقى حضرتك بس او عايزين بس ننوح عن حاج اتفضل انا جاءت لصالح اساسا لما تعمل تعمل لصالح المواطن في السبب ان في المتر المخلفة اللي احنا كنا بنخوش بالمحكمة كان بيبقى ثلثمية جنيه وبنتفع مثلية قومة الاعمال اصبح المتر في المخلفة تمام تمام يا فان حاليا اما هو يخفض انا واحد من الناس دفع في بيت ستين الف على متر تمام اما هو يخفض لف متر بخمسين جنيه فانا دي بقى تحسب عشر تلاف جنيه تمام المتر اللي خان المفروض نسفعها يعني جدا هول حكومة بتخسر ما بتستابش صح؟ وتعتك بحام وفاهم الموضوع ايوا 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 فاندم ايوا اما الخابير بيطلع يقول كان بيأثرت ايوا 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 وبتوعة سنين ممكن الاضياء في اضياء من 2009 وفي اضياء من 2005 وفي اضياء من 2003 وفي اضياء من 2001 وفي اضياء قديمة جدا يعني اضياء المباني اطول اضياء تبقى في المحاكم كلها اضياء المباني وكان المتر بيتحسب عليك مثلية كيمة الاعمال ايوا ايوا وفيه بقى اللي كان بيدي مثلية كيمة الاعمال وفيه اللي كان بيدي ثلاثة امسال طب يبقى لهي الدوجة بقى والاعلامين اللي يقولوا خفى بالسعر ما هو استعر اي اسم اتطفضوا صالحنا ما هو لا لا مفيش حد بيتكلم كل الناس احنا بنشد الناس يا أستاذ ياسر انها تنزل تتصالح لكن مفيش حد اهم الناس الوقت بيقولوا ان احلا بنزفع والمفروض ما نزفع لا لا انت تتفعها اقلب من المفروض يزفعها يعني يعني يا أستاذ ياسر احنا مع الناس انها تنزل مش مش ان احنا مثلا ان الامة اه في ناس بتشتكي بصوا حضرتك اللي بيشتكي في ناس يعني موجودة في الدولة عايزة تعس في الدولة عايزة يعني توقف المسيرة اللي شغالة لا بقى هوا في ناس برضو يعني على قد حاليتها برضو مش هيقدر يدفعها لا ما كانت يدفع اللي على قد حاليتها اللي كنت بسع حسين الف الجيل في المثمين حضرتك في المحكمة كانوا بيقصتوا برضو انت فاهم طبعا ان كان وكيل النيابة بيقشر بالتأسيد مثلا بتدفع جوزه وبعد كده اربع أسات اه 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 والله قصت عشر تلاف لا 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 اما قصت عشر تلاف ألف شكري يا أستاذ ياسر نورتنا يا أستاذ ياسر انت على دماغنا ونورتنا هو بس الموضوع يمكن بتاع التصالح ده جاي مع أزمة كورونا فالناس قطعا قادي ما كانت شغالة فالناس بصوا لك حاجة كان أزمة كورونا احنا ذاتنا في سنة عقولك حاجة المحامين قاعدوا ست تشهر أو سبعة تشهر او يمكن احنا سبعة تمن تشهر قاعدين ما بنعملش حاجة في فترة الكورونا والحد الآن يعني في مشاكل ما بيننا وما بين الدوائر بتاعت القضامة ما بتشتغلش مش عايزين يشتغلوا عشان كورونا هو ممكن يكون الوقت يعني هو الوقت هو اللي كان مشكلة لو كان الوقت في غير الوقت اللي كان الوقت كان الوقت كان هيبقى جميل بنرجع للكيمة المضافة ايوان الكيمة المضافة حضرتك يعني هي دي الأشة اللي أسمت ضهر البعيش احنا عايزين نقول ان كان فيه بروتوكول مع أستاذ سمح عشور ومقيم المحامين السابق طبعا ده كان مع وزير المالية طبعا اتعامل على ان احنا ندفع مثلا في رفع الدعوة 20 جنيه مثلا في الجزئي 40 في المستقنى في 60 مثلا في في هو انا بس عايز اقفهم عشان يستدى المشاهدين بس تبقى معنا يعني ايه كم المضافة وليه المحامين كانوا عاملين وقفة هي قيمة المضافة وليه بروتوكول اتلغى حضرتك القيمة المضافة دي دي قيمة اتحطت علينا احنا انا اولا صاحب ملافة او انا بقيت صاحب ما هو انا ما يجي للضريبة نفس شركات المحمول اللي موجودة شركات المحمول ما بتدفعش ضرائب بتدفع مني انا ومنك ومن غيري تمام يعني اما بقى بدفع عشرين جنيه ايه متفاتورتي وهو بيحط قصادها عشرين جنيه للضرائب طيب اتصال بس عشان بقاله كتير معالش استاذ حسين قالوه ايه يا ابن الله السلام عليكم وعليكم السلام معانا استاذ حسين اتفضل ماشي قبل انا انا مقدم على الشاك جابجال ايجي عشر سنين من 2010 تمام طبعا المعاوكين طبعا الخمسة في المين والحب الوقت مخطعاش وعمالي لط معاي تمام طب طب حضرتك فكرت ان انت تروح للمحافظ اللي هو في دايرتك والله بعضت له شاكه وبعضت له لا ما تبعدش بص بص اقول له حضرتك بقى يعني ده الطريق السليم ان كل محافظ له يوم عامل يوم مفتوح تروح فيه لا 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 ما فيش ما هو ده بقى الوعي بقى المفروض ان الناس اعرف ان انا المحافظ بيعمل يوم مفتوح للمشاكل اللي موجودة عندي في المحافظة بتخش له بطلب بيزكيه مثلا ولو عندك عدو مجل الشعب ممكن هو يقدم لك الطلب لو انت حضرتك يا فاندم انا معاكم معاكم ما انا بقول له حضرتك اهو ما انا عارف والله والله انا ردد انت وقدر اعمل طب ممكن تخضو ده الوقت محافظ الكهارة وخلاص على فكرة انا عايزة بس اقوله على حاجة ان الدولة بتدي اهتمام كبير جدا للمعاكم الايام دي صراحة يعني فحضرتك اكيد بقول لك من 2010 من 2010 اكيدو يا الاستاذة رانيا هتناشد هتناشد الاستاذة رانيا هتناشد رسالتك وصلت وبالناشد ان شاء الله المسؤولين اللي شايفيننا دلوقتي بإذن الله نورتنا نعرف بقى الكيمة المضافة اش هتتخلصك كيمة المضافة بص حضرتك كيمة المضافة ديت يعني انا صاحب ملف شايل ملفي اولا انا متزوج او اعزب انا شغال في مكتب او شغال عندي مكتب النهاردة لو انا وقعت ما فيش ولا عندي تأمين ولا عندي معايش من الدولة ولا عندي تأمين صح من الدولة انا كل حاجا من النقاب كل حاجة من فلوسي اللي بدفعها للنقاب المحاميين نيجي نروح البنوك عشان اناقدم على كاردا يقول لك احنا بنتquiera مع المحاميين تيجي تقدمي مثلا العروسة مثلا أم او تتقدم تقولك لأ عص المحاميين دول ناس يعني مش كويسين هل المحامين كلهم مش كويسين هل انت لو انت شفت ما فيه في الدكاترة نفسه لا ما كل فيه فئة فيه الحلو الوحش فيه محامين مش كويسين فيه فيعني انا شايف انهم حتى يعني اما بنجي مثلا اي مكان يقول لك محامي يعني زي ما تكون متأس طب هو المحامي عمل لك ايه هل انت شفت منه ايه هل الدرايب دلوقت اما تتحط على رقابتي طب ما انا هحطها عليك وبعدين الناس احنا يعني محامين القاهرة واسكندرية يعني ناس محترمة ومشكورين هم اللي بيقدروا يشتغلوا اكتر لانهم في محافظات كبيرة لكن انا مثلا في مدينة مثلا صغيرة عبالما بيجيلك بنبقى 20-50-100-200 محامي 300 محامي طب هم هيشتغلوا ازاي انا مثلا محام صغير عندي مثلا عبالما روح مثلا اشتغل شغلانا هيكون مثلا يعني لازمة نسبة نفس وبعدين المحامي ادواته هي ايه فكره عقله لبقته في الكلام بس انت ما شاء الله يا سيد عبدالسطار انا عارف ان انت واخد دبلومات كتير او بتجتهد وبتشتغل على نفسك اكيد فان شاء الله ربنا يكلمك باذن الله اكيد باذن الله اكيد باذن الله فالقيمة المضافة البروتوكول الجديد اللي وقعه السيد النقيب رجائع عطية يعني كان مقحف للناس يعني انا ما يقول لي كل شهر اروح هو انا بقل هو انا مثلا مثلا نقاش ولا استرجي احترامي لكل لكل الصناعات او لكل الناس اللي شغال بس انا مش كده انا مثلا انا مشغول انا بعتني بملف شايله مع الناس شايل مثلا ملف بملف استاذ او استاذة او انت كلفتيني بموضوع انا شايله وشايل همه طبعا مش هبقى كل شهر انا شاغل دماغي بقضايا وشاغل دماغي بمحادر يعني انت بتدفع على القضايا اللي بتجيلك ضرائب مثلا المفروض اه انا ده البروتوكول الجديد ده البروتوكول الجديد ايو انه ده حاسبنا على كل حاسبنا على كل حاجة بعملها طب انا دلوقتي انت هتحاسبنا على كل حاجة ازاي طب انا ما اشتغلتش صح هل ادفع انا بقى يعني ادفع يعني حتى الدولة بتعمل ضرائب جزافيا هنا في الموضوع ده هتعمل جزافيا طب انا ما روحتش مسجلتش طب هل دلوقتي هل المحامي الصغير بقى زي المحامي الكبير زي طب المحامين الكبار وعارفين انه هو مش هيسأل مش هيبقى زعلان اوي بس فيه محامين كبار زعلانين كمان طبعا يعني يعني الكيمة المضافة مش مش هدت ان شاء الله اكيد يعني صوتنا يوصل باذن الله وان شاء الله يبقى وانا بناشد السيد وزير المالية ان هو يرجع تاني يشوف البروتوكول اي بروتوكول احنا راضيين بالبروتوكول اللي هو هندفع عن زي ما كان الاساس سمح حامل او يجدد البروتوكول لحد ما الدعاوي اللي في المحكمة الدستورية تحكم بعدم دستورية القانون او بدستوريته يعني دي منازعة ما بيننا وما بين وزارة الملايين ان شاء الله اكيد صوتنا ان شاء الله يوصل باذن الله من خلال برنامج شكل تاني باذن الله وان شاء الله ربنا هيعمل الصالح باذن الله عايزين بقى في سؤال جال كتير جدا ايه هو قانون الخلع وازاي المرأة بقى طبعا ناخد بقى جزء المرأة المرأة نصف المبتعة طيب نعرف ايه هو قانون الخلع ولو ست خلعت جزء لها الحضانة امنا وامتى تنسح بالحضانة اولا قانون الخلع دو من ايام النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لما جاءته سيدة طبعا طبعا انا مش متذكر الاسم كويس بس هي جاءت سيدة قالت له يا رسول الله ان انا هخشى على زوجي ان انا مش يعني مش عايزة تجوزه او ان انا مش فكان مديها مهرها حديقة قال لها رد عليه حديقته وفي رواية تانية قال رد عليه حديقته او زدين في القانون المصري نيجي بقى نلاقي ان ان الزوجة بتفتدي نفسها بالمؤخر اللي هي اللي هو انكتب لها بتدفع المقدمة اللي هو الجنيه بتعمل انذار عرض به وبعد كده بتفتدي نفسها بالمؤخر اللي موجود اللي موجود في بمعنى الخطوات اللي انا بتعملها الخطوات انها بتروح ترفع دعوة اهم شيء او الانذار لان من غير الانذار الدعوة هتبقى يعني ضعيفة وهذه ومش هتتقبل هتبقى شكليا مش مقبولة مش مقبولة طب ايه الحالات اللي اقدر نقدم في هالخلع الحالات طبعا أنا كليت Matthew إنه اقولك حاجة يعني طبعا يعني فيه يعني رسول الحسى صلى الله عليه وسلم عمر يتكلم يتكلم علىandi儿 اللي هو بيشتم زوجته اللي هو يسيب زوجته او الل dele بيضرب زوجته طبعا لما النبي عليه وسلم كان يضرب زوجاته يعني يعني لما يمسك حاجة يعني طرف الهدوم يضرب بها هو دا دينا والنبي عليه الصلاة والسلام ده المعاملة اللي ما بيني وما بيني هي ما هشجات من بيت أهلها عشان انت تتعاملها معاملة سيئة في ناس هتزعل مني من رجالة طبعا عشان انا بقول كده طبعا هم الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارير طبعا يعني طبعا مشكلة الخلع دي مشكلة درجة موجودة واحنا من اعلى النسب طلاق وخلعا المشكلة دي يمكن انا عدت اقرأ فيها كتير بحيث ان يعني اشوف ايه المشكلة طبعا المشكلة ان الزوجة بتيجي من بيئة من بيئة والزوج بيجي من بيئة فعشان توافقي يعني عشان تحب يحصل توافق ما بينهم لازما يبقى في الاول في مشحنات ومشاكل وفي الا كان في حب ما بينهم وحتى الحب ده ممكن يعني يتحول في ضغوط الحياة والكلام ده ممكن يعني يروح شوية بس بيبقى موجود عالاقل ما يحصلش المحشحانات وما يحصلش المشاكل من اول شهر ويحصل طلاق ويحصل تعسف ويحصل انها تغضب نسبة الطلاق كتيرة ايوة ايوة نسبة الطلاق في مصر كبيرة اوي يعني من اكبر الدول في العالم نسبة الطلاق في مصر والخلع طبعا بسبب اللي انا بقولك وسبب تدخل الاهل بقى يعني سبب تدخل الاهل للزوجة تعكيد بقى شوفت الحالات ده كتير اوه كتير كتير اوه كتير جدا يعني فينا ناس محاميين طبعا يعني بيرفض الزواج لانه بيشوف على يعني اما يشوف بعينه لما تشوف الحاجة بعينه وتشوف المساوئ اللي بتيجي بعد كده بتبقى متخوفة اي شيء بعد كده ايوة ايوة صح طبعا يعني اما تلاقي الزوجة جاية بعد شهر او شهرين جاية تقولك انا عايز اخلع طب انت شفتي انا شفت يعني الزوجة من بعد اسبوع جاية تخلع طب هل انت شفتي ايه منك بقى كانون الخلع ده بقى فيه استسهل فيه استسهل للمرأة اه بطراحة يعني انا شايف حد من البلد بقى كتير جدا يعني كتير بدل ما بس طبعا يعني انا يعني بار بقى طبعا بال ومناش طبعا تعويله على الاحكام القضائية طبعا طبعا وطبعا القضاء هنا بيبقى ممكن القضي هو اللي يقدر يتحكم في الدعا ممكن يخليها سنة ممكن يخليها شهر ممكن يخليها تنين ممكن يخليها تلاتة ممكن في الفترة دي يعني كل ما حد ييجي ممكن في الفترة القضي اللي بيديها بيبقى فيه تصالح ممكن فيه ناس يعني كل ما تيجي حد يقول لي مثلا هاد انا اقدر اخلع فقد دي ممكن اقول لها اه ممكن اقول لها في ستة شهر تبقى زعلان المعقولة لازم ان عايزة محامي يخلعها اول ما تقول له انا عايزة اتخلع يقول لها بخ خلاص خلاص اتخلعها لا طبعا لازم بيبقى فيه إجراءات طبعا لازم فيه إجراءات وإجراءات قانونية بتاخد الحاجة بتاعتها بتاخد الايمة بس الايمة بس لكن اي نفقة ايه بقى اللي بيسكت حقها النفقات اللي نفقت المتعة ونفقت العدة ونفقتها الشخصية اللي هي قبل الكلام ده قبل ما ترفع طبعا كل ده بيسق هي بتتنزل عن كل حاجة معاد الايمة بتاعتها معاد الايمة بس اللي بتاخدها الايمة دي طيب الحضانة بقى عشان جالي فيها تقولة كتير جدا تسلسل الحضانة طبعا الأم أم الأم أم الأب وإن سفد وبعد كده فيه الآخر خالص الأب الزوج طبعا الحالات اللي بتسقط فيها اه الحالات بقى يعني الست سياءة السمعة اتجوزت راجل أجنبي يعني اتطلقت وتجوزت فهي مش هتبقى فضياله يعني مش هتبقى فضياله يعني بنبص على الأشياء الحالات مؤينة اه الحالات اللي الأم بتبقى مشغولة فيها عن الابن أو الطفل أيوة إن هي مشغولة طبعا يعني قانون الطفل كله أو قانون الطفل لما تيجي أو الحضانة أو كلام ده معلشك تتصال من بدري أستاذ بكر تحت أم تحت أم واسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السابن معليك بس ممكن اشترك بحضراتكم اتصدل بالفعل انت مشترك معنا اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك ورحب سيئة المتشار ربنا يأويك ووفقك يا ربنا ربنا يأويك ربنا يأويك يا أستاذ يأويك حضرتك اه اه انا شغال في شركة الميا اه اه وحصل تعب في شهر تلاتة الفين وتعتاشر تمام في القلب عندي تمام تمام ألف منهم سلام عليكم المهم الله يسلمك هذا فرشت اه رحت المعهد القلب في القاهرة وكده وأجيله بس العمليات تمام لحين اجراء العمليات اللازمة لمدة لا تقل عن عام تمام ده جوابه مختومه بصرتي تقريب تمام 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 وفيه تقريب طبي تاني اه من مستشفى عام بالحالة المرضية بتاعتي تمام تمام وفي الغضروف وكده فالمهم رشت التأمين الصحي ده لعشرة ايام من الاجازة المرض اللي انا عايزها تمام من خمسة وعشرين ثلاثة الاربعة اربعة تمام ورشت الشركة تديلهم الاجازة قالوا لي لأ لازم تجيب لينا المدة كلها فصدلت ده بين التأمين الصحي وبين الشركة مش راضين برضو يقبلوا حدة ايه الاجازة المرض يدوني بقوا بعودة للعالم عليك بقوا على مكتب العام مكتب العمل مكتب العمل المفروض ان هو اللي بينظم الاجازات وبينظم الكلام او الشؤون القانونية اللي موجودة في قلب المكان اللي انت بتقدم لان انت بتقدم مثلا للشؤون القانونية الورقة دي بتدي تصديق او بترجع حسب الجهة الادارية حسب التسلسل الاداري الموجود تمام فاهمني ان شاء الله طبعوا لمكتب العمل وان شاء الله انا او اي حاجة انا تحت امرك وارقام موجودة الارقام موجودة على الشاشة موجودة على الشاشة وكلمني في اي وقت وانا تحت امر تحت امر يعني اللي انت عايز وانا تحت امرك فيه اه الناس كتيرة عندها شكاية وتليفونات ما شاء الله كتيرة اه فرقمك على الشاشة ظاهر اي حد عنده اي استفسار وبالمناسبة هو استاذ عبدالستطار عمل لنا مفاجأة لبرنامج شكل تاني اه تخفيض اه خمسين في المية على الاطعام اه اكيد للبرنامج اه اكيد ده ربنا يكرمك يا رب انت حد محترم جدا ربنا يبريكي وحد اه يعني اخلاق وعلم الحمد لله ربنا خليك ربنا خليك وشرفت البرنامج بجده ده ربنا يبريكي اه ارجع بقى يسأل سؤال اه تحت امر اه التشبه في الاسناء يعني انا دلوقتي اسمي رانيا مصطفى جي مسلا اسمي تانيا رانيا مشاق مشكلة مشكلة حكم علي ولا كده اي وقاية انا اسمي بص انا اسمي عبدالستطار عيد عبدالستطار اه في اسمي شبيه ليه سلاسي في بلد بدون ذكر اسمي لبلطغي عليه ازيد من عشرين قضي منهم قتل منهم ده منهم ده ايه الحل بقى اما يمسكوني بقى يا الله هل انا دلوقتي لما اروح اخاطب جهة هل دلوقتي الموظف بتاع التنفيذ ما هياخد بطاقتي اللي لجأت له اللي لجأ له النائب العام يعني مشكورا ان هو خلى التنفيذ دلوقتي بقى تكون التنفيذ بقى دخل دايرة الكترونية بدأ يخش الكمبيوتر موجود بدأ يخش اي حد بدأ يتحدث برقم البطاقة باسم الام لان فيه طبعا تشابهات كبيرة طبعا بدأنا نحس بقى بأن قل الموضوع دا شوي فاااااااااا معانا تريفون السادة نجلاء. يا فندم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السادة يا فندم معانا على الهوى. من عوري السادة كله. تسلامي يا حبيبتي نوارتينا ده نوري. ده نوري. اتفضلي معانا. انا عندنا مبنة بس اول حاملة. احنا مش معالش احنا مش. معالش انا ماسميتش حضرتك مبنة ايه? مبنة حواية حاملة. تمام. اه. حواية حاملة. فالحواية الحاملة داي لنا ردود متل الجوة. تمام. احنا مش عارفين يعني نبني على الحواية الحاملة ازاي بالردود ده. بص يا الله حضرتك ده بقى قانون التصارح اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ان انت هتتصلحي. هتتصلحي في الردود ده. اه. يعني كنت دلوقتي اختلافات اشتراطات الترخيص. اختلفت عن اشتراطات الترخيص اللي الترخيص قالك عليها. فانت لازم ان تعملي تصالح. يعني هي كده مخالفة. اه هي كده مخالفة. فلازم ان تروح تعمل تصالح. لازم ان تروح تعمل تصالح. قبل تلاتين تسعة. قبل تلاتين تسعة ان شاء الله تعملي تصالح على على الردود دي. بحيس ان هو مش هيجي في مبنى مثلا تلات اربعة تدور وهيرد المتر او الحضرتك اتكلمت عليه اه هيبدو المتر يعني المتر دوت مش هيهدلك ويقولك رجعي بحقات حملة حتى لو انت عاملة دور او اتنين او تلاتة هيبقى في تصالح ان شاء الله ايوه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نرجع بقى الموضوعنا ان شاء الله اللي هي تشبه الاسماء تشبه الاسماء دي يعني هي كانت مشكية العصر طبعا عشان الاسمي طبعا يعني انا بنصح الناس حتى يعني كتر التكرار بين احمد ومحمد ومحمود احمد ومحمد ومحمود والاسمي المتدرجة ما بيننا وما بين بعضنا طب في اسمي جديد طبعا كتر الاسمي دوت وطبعا بقينا نسمي مثلا احمد ومحمد وانا ابني عايزة سميها يعني انا عب سطار عايزة سميها عب سطار عايزة سميها عب سطار طبعا التدرج في الأسماء بدأ الكمبيوتر وطبعا لما بيجي يطلع لك المخالفة أو بيطلع لك القضية اللي بيطلعها لك بيطلعها من على الكمبيوتر ما بيطلع لكيش هي قضية ايه ولا اي حاجة لازم تجري وتروح للمركز وعشان تاخد جواب من المركز عشان يخاطب النيابة انه يديك جواب تصرفات ان انت تشوفي ايه اللي حصل في القضية دي وهل القضية باسمي وفي مراكز ما بتديش ده فاهماني يا دكتورا اه بيجي مثلا يرجع مثلا يقول لي لا ده انا ما ينفعش طب انا هاخد شهادة ازاي وهو القضية مش قضية ودوت اللي تقريبا عايز اتكلم مع حضرتك فيه ان انا يبقى لي دلوقتي لو انا في مشكلة ما بيني وما بين جهة الادار اما جيلك تقول لي لا انت منتش مولزا انا ما اقدرش اديك حاجهات لسا طب جان نصف صار دلوقتي في كنترول بيقول حجز اداري على المحل تمام البنك عايز بيطالب خمسين مليون هو ده طبيعي؟ طب هو الحجز الاداري الايه اه لازم ان اعرف الحجز الاداري الايه هل هو بيحجز مية خمسة وسبعين الف ما هو بيحجز بيحجز علي لايه هل انا خدت قرد منه ما وفقتش منه صاحبة على المكشوف ما هو صاحبة على المكشوف انا سحبت صاحبت قد ايه مية خمسة وسبعين ما شايا انا سحبت هل دلوقتي عايزين خمسة مليون دلوقتي ما هو ماشي هل انا مسددتش في المواعيد اللي هم مسددتش لا في المواعيد طب ما شايا والقضية دي من 2006 لسته ما تبسش فيها ما هو القضية دي ايه بقى الخطوات اللي هو يقدر يعملها؟ الخطوات انه يبدأ يتصالح يبدأ يدفع اه يبدأ يروح للجهة للبنك ويبدأ يشوف هل اقدر اوفق الموضوع مبيني ومبينهم ولا لا يعني لازم اوفق الموضوع مبيني ومبين البنك البنك هل تسمح لي ان انا مثلا ال 175 دول هدفعهم على كم قصد هدفعهم هل في فوايد طبعا انت عارفة ان البنك هياخد فوايد هل في اخد فوايد كانوا طلبين كده منه 5 مليون لا 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 طبعا هو مش هيدفع الكلام ده لانه هم طبعا جزافا بقى طبعا هو اكيد الفايدة طبعا الفايدة عدوها لانه هم من 2006 طب ماشي من 2006 الحد الوقتي الناردة 14 سنة طب احنا ننسوح ان هو يتصالح بسرعة وانا تحت ام تحت ام تحت ام تحت ام تحت ام مانه تليفون؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا اقول لي حضرتك انا يعني متجوزة بقى لي يعني دخل عدتين سنة حاجة وعدتين سنة وتمانا وعدتين كين ما شاء الله فالمهم يعني زوج دوت اخذني من كان ساكن في الدار وكانش بيتفحه كلام من ده فانا بقى لما ايت عاكش وكان على اقجار وكده وتقيت يعني وشيقيت على البد لما اعملت الباك وكنت ان اللي بانفك هانش بنفك علي اصلا بقى اللي بانفك هانش بنفك علي انت بقى ليك متجوزة تلاتين سنة؟ اه تسعة وعيسينة وتمانا واخرين سنة ربنا يا ديم ربنا هيخلكوا البعض وتشتفضل وبعد كل ده كله وبعد كل ده كله لما حتى بنتهم يعني كجهاز مم وتتعليم كأنا ما بنفكش علي وبعدان بعد ما انا امدت الفلوس ما كانش بقى يعني كان على قد حالوة انا كنت بتتعلى نواة رتاق في ابني ربنا يا اكلم هو شغال ايه يا فاندي هو شغال لتجار المعرف طب سؤالك ايه فاندي ويتاكل يعني هو بيكتب كويس تمام يا فاندي طب اسأل حضرتك سؤالك ايه سؤالك سؤالي بقوللي حضرتك هو ساير خلق معايا مع اولاده رموا اولاده كأنني مالوش طب ما هقوللي حضرتك طب ماشي ما هقوللي حضرتك ومتحاجر انت امسك علي اي حاجة لا 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 ما فيش حاجة اسمها امسك عليها وممسكش طبعا حضرتك فيه نفقات النفقات للطفل ما بتسقطش يعني نفقات للطفل هو جاله اصابة وانا عايزة انتراح عايزة استكفت انا عايزة استكد ابنه في حقوق الطفل ومش عايزة اعمل لانه هو الولى خلاص مختاله تدمر قدام عنه واقع من المنصب ويدكت بلاله والمهار ما ياخدش يجري جغلة على دكتور ولا عايز الطفل ومتق على اي حاجة انت عايزة طيب يعني حتى انا ساحب من انه منهض يعني هو اخد شقاية وتعبي واعيز سباتي وقل انت اللي تطلع برا انت اللي تخرجي وقالا لا 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 الشقة البيت من حق حضرتك لانك حضنة واقعدة فيه فمش هيقدر يجي معلش انت تحملتي ثلاثين سنة يعني احنا بنقول له حضرتك يعني وان كان النفقات انت ممكن تقدري يعني ترفعي دعوة صغيرة خالص في المحكمة انت محكمة الاسرة وطبعا تحكملك بنافقة لو انت لسه متزوجة ليكي والاولاد ما انا معانتش حضرتك ومش هينفق ومش هينفق عليها ومش هينفق عليها انت عايزة تخلعها عايز انا نمسي من البيت طب هو انت حضرتك اتطلقت منه لا طب ماشي يا فاندي طلقينه وبرينه وملكيش حاجة عندي وانا ما ليش حد عنده ما هقول له حضرتك انت تقدري تشتكيه في محكمة الاسرة بالنفقات لكي والاولادك واللي يقولك غير كده ده مش كلام مظبوط هي على فكرة ممكن بالنفقة دي يعني وممكن انت لو انت حبا ان انت طبعا يعني هو مش هيدفع النفقات ممكن يبقى ده ده سبيل ان انتو تعرفوا تساوي الامور ما بينك لا ده بقول بعد ايضا حضرتك وعرحا هو يتخلص مننا كدمرة فتح علينا الغاز كذا مرة وهيديدنا كدمرة طب 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 مش رادي يسيب البيت قال لي انا الوقت في الوقت حيثين منه اصلا اوه مصد يسيب البيت اصلا يقول لي انت بريتكو طب هقول لي حضرتك ممكن تعملي محضر في المركز استلم ان هو بيسيق المعاملة ممكن تعملي المحضر بنفس اللي انت قلتيه وانا وبعد اذن حضرتك انا سألت انا سألت واتأكدت ان هو اخذ اثنان في عرفي منهم واحدة مسيحية واحدة مسلمة واخدهم الاثنان عرفي ورامين يرامي ولاده بص القانون هنا صريح ان انت تشتكيب نفقات او حضرتك لو طلبت طلق منه او هاي عايزة تخلعي هو ده القانون بتاع او ممكن تتواصلي مع افتاز عبد السطار بعد الحلقة ان شاء الله وانا تحت عمر نورتين يا ربنا يا ربي يفقلك ربك ان شاء الله يعني مأساة 30 سنة جواز مش بسة بكلمك بقولك يعني ممكن انسان طبعا يعني ممكن يتغير هي بتقولك خلاص هي لا هي بتقولك انا طول 30 سنة انا اللي باشع يعني بص اقولك ما قدرش انا تحمل يا ستة مش كويسة تبقى هتعمل كزا طبعا المطلقات على دماغنا لان ده سبب يعني لو هو الطلاق حاجة مش كويسة ربنا ما كانش حلله ما كانش يعني حلله ان ابغض الحلال عند الله طلاق بس ربنا حلل الطلاق فالانفصال ذات نفسه في اوقات معينة يعني احنا شتنا جرائم استاذ عبد السطار يعني من شهر تقريبا حد جاري انا على فكرة ميسك مراته اطحة والله العظيم حطاه في فريزل ايو 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 يعني طب ليه طب ليه طب ليه طب ليه ليه نصبر لحد اما يحصل كارثة بس الانفصال افضل الانفصال افضل معانا اتصال معلش من بدري استاذ اسماء اهلو اهلو السلام عليكم اتفضلي استاذ اسماء وعليكم السلام انا سمع انا عايزة اسأل الحضانة المولود تفقى انت انا معلص اخويا اتجوز تتلقى بعد اخويا مروتين هو المولود بص حضرتك الحضانة لحد سنة 15 سنة فيه ناس بتقول 12 وفيه ناس بتقول 15 سنة بس الحد ده 15 سنة ويخير الطفل مولا وفيه ازباب موجود تتكلمها الحضانة يخير الطفل امام المحكمة اتخير الطفل ولو هي تجوزت لو هي تجوزت طبعا بتتنقل الحضانة بترفع دعوة اسقاط حضانة بيمشي تسلسل الحضانة لو هي تجوزت يقدروا ياخدوا البيبي ينزل بقى التسلسل اللي انا قلت اللي انا قلت الحضرتك هل دلوقتي انا انا الام يجي بعد ايه ام الام يجي بعد ايه كده الخلات والعمات ويجي بعد كده ام الام و هنختم الحلقة جريت ان شاء الله نكمل في حلقات تانية كتير الحلقة كانت جميلة وشيكوا احنا محتاجين حلقات وحلقات يا رب تكونوا واستفدتوا يا ربنا يكرم وكون ان شاء الله قدرت اوصل للناس لا انت عايزين حلقات بصراحة تحت امرك وتحت امر المشاهدين وفي اي حاجة انا تحت امر المشاهدين الاقام موجودة واللي ما يقدرش على حاجة انا تحت امره برضو واي استشارة انا مش هبخل على حد بالي ان شاء الله يارب تكون استفدتوا واستنونا في حلقة جديدة من شكل تاني